دائما كان العراق ودائما ثرواته النفط في جنوبه على وجه التحديد هدفا ومنطقة ساخنة كان هذا قبل أن يكتشف الغاز واستراتيجية ممرته في شمال البلاد وغربها احتل الأمريكيون العراق بحجة انتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل لم يعثر عليها أحد فانتقلت الحجة إلى ضرورة انخراط العراق في نظام سياسي ديمقراطي جديد والمطلوب نسخة أمريكية تحديدة تأسيسا ومطابقة وحليفا فدراليا بالضرورة هذه الضرورة التي حددتها واشنطن وانخرطت في دعمها قوى عراقية فتبتت الفدرالية في دستور البلاد لم تكن إلا ضرورة ومصلحة أمريكية لم ينجح الأمريكيون في إنشاء نظام حليف لهم في بغداد بالمعنى المطلق أو في إقناع القوى العراقية بتوافق تاريخي لتقسيم البلاد فابتدأت الزلازل زلازل أمنية في محافظات شمال وغرب العراق حيث المحافظات العربية السنية ابتدأت بتظاهرات مطلبية ثم دعوات لإنشاء إقليم لسنة العراق لتختتم بمشهد احتلالها من داعش ليبدأ البحث عن درس الخلاص من المركز عبر حلول التقسيم انتقلت الأزبة إلى وسط العراق وجنوبه تظاهرات مطلبية فشل إداري وأمني في التعاطي معها اغتيالات وتصفيات لناشطين وهدم مقار حزبية ودعوات صريحة لتسليح المتظاهرين فلم يعد توقع الفتنة أو الإنجرار إلى حرب أهلية طاحنة نبوءة كبرى لتتوقف خارطة العراق ومصيره عند مشهد درامي تراجيدي كردستان العراق شبه دولة لا ترتبط مع بغداد إلا مالية الأنبار ونيناوى وصلاح الدين وديالا بين أعمار ودعم دولي مشروط وموجه للنهوض من نكسة الحرب بغداد وجنوبها وصولا إلى البصرة حراك وتظاهرات وفتنة ليس أكيدا أن قرارا مركزيا سيحتويها ويطرح السؤال من المسؤول وماذا بقي من التقسيم وهل ثمت أمل بحظ وحدة بلاد الرافدين عبدالله بدران بغداد الميادين